ما تخافش على الاهلي طول ما عنده هذا الارث التاريخي الكبير في المسابقة أعتقد ما في بطولة بتحب بطالها قدم الدور بيحب الاهلي والناس اللي بتقول بطولة الاهلي مفضلة لا ده اللي هي المفضلة قوي قوي يعني غرام وأرقام بجد كل بطولة الاهلي بطولة مفضلة أستاذ ابراهيم كل بطولات الاهلي بطولات مفضلة وتحديدا البطولات اللي هي فيها يعني مش بتعتمد على بطولات حتى البطولات اللي فيها مباراة واحدة وصاحب الأرقام فالاهلي هو صاحب البطولات المفضلة هو البطل المفضل نقصار مرة نقول الدوري مرة نقول أفريقي وبطولة مفضلة الأهلي بطولة المفضلة هي البطولة اللي بيلعب فيها طب هو كاس العالم للأندي افريقيا هي طلط المفضل يعني هو تاني نادي بعد اوكلاند في عدد مرات الوصول واوكلاند ده بس الاهل ما نفعش معاه تاني دي لا هو انا بقولك اوكلاند ليه سبب انه ما حاجه بقوله فايا عليك كده انت في البطولة الافريقية طلت بطولات راحوا منك طلت بطولات راحوا منك طيب السنة دي بقى الاهل داخل بطولة الدوري ما شاء الله بتدعمات قوية جدا يمكن شوفتوا المباراة الافريقية مع الحرص الوطني برغم عدم مشاركة الصفقات الجديدة لكن الحمد لله عدد كبير من اللعيبة جاهز وفي حالة جيدة يضاف اليهم الصفقات القوية اللي دعم بيها الاهل الموسم فبقت في قيمة الاهل 35 لعب مسجل محمد الشناوي وعلي لطفي طبعا مصطفى شبير وحمزة علام مسجلين تحت السن وعنده في الدفاع بدر بنون ورامي ربيع وياسر إبراهيم ومتولي وهاني وآيمن أشرف ومعلول ومحمود وحيد وعنده في نص الملعب حمد فاتح وديانج والسولية وأكرم توفيه وعنده في الوسط الهجومي أفشا والشحات وكهربا وطاهر ومحمد محمود ووليد سليمان ولويس مكسيوني وبرسي تاو لاتنين الصفقات الجديدة وفي خط الهجوم محمد شريف وحسام حسن وصلاح محسن اللي تحت السن طبعا عمار حمدي وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر ومحمد فاخري ومصطفى شوبير وعنده من النشئين حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب وزياد طارق وصالح نص ده بخلاف اللي أعارهم الأهل السندي أعار كريم ندفد لفيوتشر وولتر بواليا لملطايا لسبور التركي وأحمد رمضان بيكهم لسموحة وساعد سمير إعارة موسمين لفيوتشر أليو باجي إعارة للميان الفرنسي وأحمد ياسر ريان إعارة لألطايا سبور التركي ومصطفى البادري إعارة لفيوتشر ومحمد عبدالمنعم إعارة لفيوتشر أيضا رحل عن الفريق مروان محسن وناصر ماهر بنتمنى لهم التوفيق وعلى قائمة الانتظار حتى الآن جونير أجايه ومحمد نصير الناشي وعبدالرحمن مانو تدعمات في حجم بشماندس بير ستاو ومكسيوني وحسام حسن ثم عودة للمعاريم بقى عمار وضم طبعا كريم فؤاد وحسام حسن وعودة عمار وأحمد عبدالقادر وعودة محمد فخري كمان شوف الناس شافت طبعا عارفة عمار كويس جدا وعارفة أحمد عبدالقادر لكن محمد فخري لاعب من العيار المحترم جدا هو من اللعيبة اللي فهمها بتعمل ايه وعنده مهارات مش فانتاستيك ان يبهرك لكن مهارات عدم اخطأه ليلة جدا في التمرير والسلام والتسلم وانه تحرك صاحب كورة بدون كورة اللعيب اعتقد انه حيفدنا في المستقبل كويس جدا تحت بقى انت عندك كمان هنا قلنا قبل كده عندك احمد نبيل كوكا احمد سيد غريب زياد طريق صالح ناصر دول ناشئين حامده ده جون راح معان في كاس العالم وموجود مع الفريق الاول نبيل كوكا شفناه مع الفريق الاول وشفنا احمد سيد غريب وبإذن الله نشوف زياد طريق وصالح ناصر انا قبل كده اتكلمت على صالح ناصر وقلت ان مصيره بيده لو اراد ان يطور نفسه ويشتغل بطموح اكبر وبمشاكل اقل وبرغبة حقيقية في انه يبقى لاعب في النادي الاهلي يستطيع لانه يملك ولكن اذا اعتمد على الهدايا لا مفيش لاعيم كورة حيفرض نفسه ان الناس تقول له اتفضل يا كابتن عليك ان تخوض منافسة قوية وتطور من نفسك وتستغل امكاناتك من السرعة والقدرة على التهديف مع اللعب الجماعي والتوظيف انا بقول له لان انا اول واحد اتكلم عليه مش عايزوا ياخد الكلمتين دول يخدروه انا عايز اقول له انت تملك وتستطيع ولكنك بايدك انت يتكمل تقتنع بين اللي انت فيه بقيت اللعيبة عندها قدرة انها تعبرها نفسها وخصوصا المعارين ايه ايه عندنا حجم لعيبة معارين ايه ده كريم ندفد والتر بواليا احمد رمضان بيكم سعد سمير اليو باجي احمد ياسر ريان مصطفى البدري محمد عبد المنع ده فريق وشكري النهاردة يعني فيه اعراض نشأ مستمرة وشكري شكري مع اسموحة كانوا النهاردة بشكل واضح بس يمكن ما كتبوش شكري لانه تحت السن تحت السن ومعار من السنة اللي فاتت مش من السنة من السنة اللي فاتت اه ومستمر ايه الحقيقة يعني زي الجزار الجزار خلاص يتنقل بعنها لجونة لجونة لكن كماده عشان يقولك قطاع الناشين بيعمل ايه اه عمال يفرز اهو ايه وبيدعم الكورة المصرية والنادي الاهلي طبعا اه